افضل قطعة لحم للبي في استراجنوف هو العرق الفلت لانه بيستيقوا معانا بسرعة ممكن تستخدموا اي قطعة لحم زي الفاخدة او اي قطعة تانية بس تسدوها صدمة في عالجيرلا او في الطاصة وبعد كده تسلقوها بعد كده منقطعها شرايع زي اللي قدامنا دي بعد كده معلقة زبدة كبيرة مع شوية زيت معلقتين زيت نتزل بالبصل بصلتين كبار نسيبهم لحد ما يلونوا معانا وعشان يلونوا بسرعة بنحط قص معلقة سوك دي بتساعد ان هو اي القرمل وياخد اللون بسرعة بعد كده بنحط الماشروم بتاعنا الماشروم المستخدم مشروم علب او مشروم فراش بعد ما البصل تلون معانا بناخد كمية كده ونركنا على جنب وننزل باللحمة بتاعيك الكمية اللي قدامنا دي في حدود متين تلتمائة جرام بعد كده بنفضل نقلب اللعب مع البصل والماشروم لحد ما ياخد اللون البني ولو احتاج كمية زيت او زبدة نضيفه بعد كده بنتبل بملح وفلفل ونقلب لحد ما ايه يستويه معانا بعد ما تأكدنا اللحمة استوت ننزل بفلفل الوان وده اختياري يعني ربع هرن من كل ايه نوع فلفل احمر واصفر واغض بعد كده بننزل بمعلقة كبيرة دقيق الديقه ده ما هو اللي هيتقل لنا القوان نسيبه لحد ما دقيقه يستوي ولو احتاج معلقة زبدة كمان او زيت نديله بعد كده ننزل بالتوم معلقة صغيرة توم ونسيبها لحد ما تستويه معانا بعد كده ننزل ربع معلقة صغيرة معجون تماطر بعد كده بننزل بكوباية كبيرة مية ولو في بيون لح او شربة لح بتكون افضل بكتير جدا بتطعم معانا البيفستراجنوف او بنزود الماشروم شوية بنقطع واحدة او واحدتين مشروم زيادة هبصوا شكلها عاملت زي معانا بعد كده بننزل بتلت معالق كريمة الكريمة دي بتطعم عاملنا البيفستراجنوف وتخلي شكله ولونه جميل جدا والتيست روعة هو ده البيفستراجنوف افضل تقديم للبيفستراجنوف في الطاجن اللي هو الفخار او طبق التكاوي اللي هو اللي استلت لاننا هندخله الفرن بعد ما نغرف الكيمية بتاعتنا معلقتين كريمة كده على الوش بصوا شكله عاملت زي بعد كده الماشروم والبصل المقرمل اللي احنا عملناه شوية جبنا موزاريلا وشوية جبنا برمزان وندخله الفرن ياخد الوش هيبقى معانا جميل جدا ولو عايبك الفيديو دوس لايك واشترك بالقناة قناة شيف المطعم الشيف واليد سلام